بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجيش الروسي سيطر على مكيفكا وسيطر على ضفة نهر زربيتس في محور سيفاتوف كوبيانسك وماذا حدث في محور سلوبوزانسكي شمال خركيف وكيف حصل الروس على تسريبات أسرار أحدث المعدات والأسلحة الغربية وظهور الـ F-16 الأوكرانية في أوديسا وتقييمات لمهام جديدة في ظل التسريبات وماذا طلب الغرب من أوكرانيا لإتمام التعباء والانتصار على روسيا تفاصيل وتطورات مهمة جدا هنقشها باختصار تابعنا للنهاية عشان تكتمل عندك الصورة من اسبوع تقريبا زلينسكي وقع اتفاقية مع بولندا حسب اللي تم إعلانه وقتها إنها تشمل تشكيل فايلك بولندي أو فايلك مشترك أوكراني بولندي لتواني بالإضافة للسماح لبولندا إنها تسكت الدرونات والصواريخ الروسية في غرب أوكرانيا يعني تدخل تعطرت داخل أجواء أوكرانيا في مقاطعات زي ليفيف اللي في الفترة الأخيرة بتترابيها لوجستيات الجيش الأوكراني ويمداداته من الأسلحة الغربية وكمان المصانع السرية اللي أقامها تحت الأرض عشان تكون بعيدة عن أعين الروس اللي ركزوا على استهدافها واكتشفوا مواقعها وتجددت المطالبات في قمة الناتو الأخيرة ولكن بولندا ترجعت وقالت إنها لسه بتدرس الموضوع وحتى الأمين العام لحلف الناتو لما تسأل في لقاء تلفزيوني نفى الكلام ده وقال إن سياسة الناتو في الموضوع ده لم تتغير لن نشارك في هذا الصراع وقالها ندعم أوكرانيا عشان تسكت بنفسها الطائرات والصواريخ ولكن من غير ما الناتو يشارك بشكل مباشر ولما حبرده الكلام وزير الدفاع البولندا اللي استبعد الموضوع وفي الغرب بينظروا للمطلب ده من زيلينيسكي إنه بيحاول جرهم للمواجهة المباشرة مع الروس خصوصا مع النقص العدد الكبير اللي بدأ يحصل والصعوبات اللي بتواجه التعبئة الجديدة وموقع يورو نيوز نقل عن واحد من الخبراء الغربيين اسمه إيفو دالدر رؤيتهم لحل الموضوع بالنسبة لأوكرانيا إنه يتم تخفيض سن التعبئة لـ 18 سنة في شهر مايو الماضي اتعدل لسن 25 سنة وكان فيه اعتراضات حاليا بيطلبوا منهم تخفيضه إلى 18 سنة عشان تقدر تفوز على روسيا وقال إن متوسط أعمار الجنود في وحدات الجيش الأوكرانيا حاليا 40 سنة مرتفع جدا وأمر غير معتاد في الحروب وإنه أوكرانيا عشان تفوز محتاجين لأمرين خفض سن المجندين لـ 18 سنة وتكسيف الدعم العسكري الغرب بيتعاهد بتكسيف الدعم بالمعدات وبيطلب من أوكرانيا تخفيض سن التجنيد ولما سألته الصحفية إذا كان الناتو يضطر يرسل قواته لأوكرانيا قال إن دي خطوة ممكن تكون ضرورية ولكن لازم الأول أوكرانيا تحشد مواطنيها أما بخصوص الوسائق اللي تم تسريبها فالصحف الغربية زي فوربس على سبيل المثال بتتعجب من السهولة اللي أصبح بيتم بيها تسريب أهم الوسائق العسكرية اللي قبل كده كانت بتحتاج إنفاق ملايين الدولارات النهاردة أجهزة المخابرات ما بقتش محتاجة أنها ترسل جواسيس في مهام سرية عشان يدخلوا مكاتب مثلا لتصوير شيء أو يدفعوا الأموال للحصول على سر مقابل الملايين من الدولارات النهاردة من خلال منتديات الألعاب ووسائل التواصل بيتم تسريب الوسائق بكل سهولة في العام الماضي قبل بداية الهجوم المضاد لو تتذكروا كل وسائق الهجوم المضاد تم تسريبها من خلال منتدى ألعاب النهاردة بيتقرر نفس الأمر وفي طيار روسي بيكشف حصولهم على كنز من المعلومات والمواد السرية الخاصة بأحدث نسخ الطائرات الأمريكية بما فيها F-35 والطائرة F-15 النسخة الحديثة وأنواع من الزخائر الحديثة الموجهة والمسيرات والمعدات بالغة الأهمية زي قزائف جي دام وجي بي يو وغيرها من القزائف الموجهة إيفان إيفانوف أعلن أنهم حصلوا على 250 جيجا من الملفات والوسائق السرية الخاصة بالأسلحة الغربية مسربة من شركة ضمن مجمع الصناعات العسكرية المعلومات والوسائق دير روس حصلوا عليها من خلال حد سرب لهم المعلومات على وسائل التواصل زي ما حصل بالزبط في وسائق وخطط الهجوم المضاد وعلى فكرة الوسائق وخرائط الهجوم المضاد والمحاور بتاعته هي نفسها اللي تم استخدامها العام الماضي في الصيف يعني حتى ما تغيرتش بعد ما اكتشفوا تسربها بعض المسؤولين قللوا من أهميتها ونفوها ولكن تجربة العام الماضي مع وسائق الهجوم المضاد بتثبت انها مهمة جدا ومفيش استغراب بدليل ان الروس تمكنوا فعلا من تحييد الزخائر عالية الدقة اللي تم دمجها على الطائرات الاوكرانية والتشويش عليها وده طبعا بيكون نتيجة معلومات دقيقة عن طبيعة البواحس وأنظمة التوجيه في هذه الأنواع من القزائف وفي التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة كان فيه تطورات مهمة هنبدأ من محور شرق خاركيف محور سيفاتوف كوبيانسك وهو المحور اللي كلمت حضراتكم على ان الهدف منه الوصول الى بوريفايا ومنها الى مدينة خاركيف عاصمة المقاطعة ده الهدف النهائي من التحرك ده طبعا الروس مش بينفزوا مرة واحدة وبيتم بشكل تدريجي في طريقهم إليه خلال الساعات الأخيرة سيطروا على مكيف كاب الكامل والمراسلين من الجانب الاوكراني أشاروا لان الروس بيدغطوا بقوة في المحور ده وحشدوا أعداد كبيرة من مدفعيتهم والدبابات وبيضغطوا بقوة وبدون توقف وأكدوا ان الروس سيطروا بالفعل على حزام المنازل على ضفة نهر زربيتس بشكل مباشر خد بالك ان من ثلاث ايام كلمت حضراتكم على ان المسافة ما بينهم وبين ضفة نهر زربيتس من 7 الى 10 كيلو متر للوصول لضفة النهر فالكلام ده بيكشف ان فيه تقدم كبير حصل في المحور ده في حدود 10 كيلو متر المراسلين الاوكران أشاروا كمان لبدء عمليات ناشطة في جنوب مكيفكا وبالقرب من بيشانوي في اتجاه شمال بيشانوي وتجاوزوا دفاعات الجيش الاوكراني في القسم الثالث ودخلوا منطقة زارشناية عشان يوصلوا منها الى جسر هيمكنهم من العبور للشاطئ الغربي من النهر اما محور شمال خاركي في المعروف بسلوبوزانيسكي تقارير غربية كتير بتتكلم عن توقف الروس وان الهجوم الروسي انتهى في المحور ده وناس بدأت تتساءل عن اللي بيحصل في سلوبوزانيسكي ده اللي هنوضحه بدقة بعد ما نكشف ايه اللي الجيش الاوكراني عمله الجيش الاوكراني عشان يحتوي الهجوم الروسي اللي بيتم باقل من 20 الف جندي ضمن حشود ب50 الف في سلوبوزانيسكي نقل 95 الف جندي اوكراني من اتجاهات مختلفة ابرزها من محاور الجنوب غرب خرسون وميكولاييف واودسا والاحتياط الاستراتيجي لمحاور شرق اوكرانيا فكانت النتيجة التقدمات اللي بنتكلم عنها كل يوم في محاور شرق اوكرانيا ومفيش احتياط يسد اي صغرات او ضعف في محور او خط دفاعي وتقلصت كل خطط الهجوم في خرسون لان اغلب القوات دي كان بيتم تجهزها في الاساس عشان تنفذ هجوم على شرق خرسون مع وصول طائرات الاف 16 لاوكرانيا عشان يفصلوا الكرم مع مقاطعات الدنباس وده تقريبا انتهى مع سحب 95 الف من نخبة القوات الهجومية اللي كان المفروض انها هتنفذ الهجوم المضاد في الجنوب او تدافع في مواجهة هجوم روسي تقديرات خبراء موقع رياح الشمال انهم اوقعوا في القوات ال95 الف خسائر بتفوق ال15 الف بالاضافة لمعدات بتشمل 199 قطعة مدفعية و195 طاقم هون و350 مركبة و42 دبابة و15 منظوم الدفاع جوي و11 رادار وقالوا ان دي الارقام اللي تم توسيقها بمشاهد من الدرونات ممكن اللي ما تمش توسيقه يرفع العدد للضعف ورغم كده الروس لحد الان ما توقفوش واكدوا انهم لسه بيتقدموا رغم الفارق العدد الكبير الجيش الاوكراني في فولشانسك نفذ مرحلتين من الهجوم المضاد تم صدهم وبعدها الروس تقدموا مسافة بتقدر ب300 متر ونفس الامر اتكرر في محور ليبيتسي الروس صدوا مكتين من الهجوم المضاد واستهدفوا مواقع انتشار مؤقت للقوات الاوكرانية قبل وصولها لخط الجبهة بقزائف فاب 3000 اللي بدأوا يكسفوا استخدامها الفترة الاخيرة وبخصوص التسريبات وأدوار الف 16 الروس اهتموا بالمواجهات اللي اقتربت خصوصا مع المعلومات عن ظهور الف 16 الاوكرانية في أجواء مدينة اوديسا الروس بينقشوا طبيعة المهام والأدوار اللي هتقوم بيها ضمن نطاق استعدادهم نقلت لحضراتكم منقشاتهم عن استخدامها بنمط شبيه لأدوار السخوية 24 في تنفيذ الهجمات بالصواريخ بعيدة المدى بدون الدخول في مدى الدفاع الجوي وخبراء موقع رياح الشمال نقشوا استخدامه واسلوب تاني مختلف تماما يظهر انهم رصدوا تدريب الطيارين الاوكرانيين عليه والخاص باعتراض القازفات السخوية 34 الروسية اللي اثرت بقوة على الجيش الاوكراني بيشمل التدريب على اعتراضها بصواريخ جو جو من الف 16 نسخة اوكرانيا من الف 16 مجهزة برادار دوبلر نبضي اقل بكتير من الموجودة على طائرات وقازفات السخوي ومعرض للتشويش في المواجهات الجوية فمش هتنجح فيها غير بمشاركة الاوكس اللي بيرصد على مدى 600 كم فهل دا يتم باوكس تابع للناتو اوكرانيا هتاخد بالفعل طائرات اوكس سويدية عشان دا لازم يكون من الادوار اللي هتقوم بيها بالاضافة كمان لان دول شرق اوروبا من الواضح انها بترفض سيناريو ان الف 16 تقلع من مطاراتها عشان تشارك في الهجوم على اهداف روسية وترجع خوفا من رد الفعل الروسي فالبديل اللي شغالين عليه حاليا هو تأمين المطارات داخل اوكرانيا بعدد كبير من بطاريات الدفاع الجوي لمنع الروس من استهداف ال F16 في المطارات ولكن في ظل وجود صواريخ زي كنجال واسكندر ايه الانظمة اللي ممكن تأمين المطارات بشكل فعال اكتبو لنا رأيكم في التعليقات شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته